السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ان شاء الله تشوفوا معي ميني باقيت او للكومير صغير ديال السندويتشات بسم الله عندي نايا دقيق على حسب الكيمية عندي كس ديال المدافي عندي قبصة ديال الملح عندي نايا ملعقة كبيرة ديال ساندة مع مراش عندي نايا ملعقة كبيرة ديال الخميرة ديال ديال العجينة ومعلقة ديال الخميرة ديال الحلوى عندي معلقة كبيرة ديال زبدة عنبدو ان شاء الله بسم الله دقيق على حسب شحال بغيته الكمية اللي بغيته عندي رديك قبصة ديال الملح عنزيد الى ديال معلقة ديال ساندة اللي ما بغاش ساندة يتفدها او لا ينقص منها عندي ستاشية ديال الخميرة ديال الحلوى او لمعلقة كبيرة كبيرة وعندي هنا معلقة كبيرة ديال العجينة الخميرة ديال العجينة وعندي معلقة ديال الزبدة ترجع الخبز وكتدير في واحد المدق يا سلام صافي عندي هنا المدافع ونبقى كنزيد بشوية بشوية على حسب العجينة انا بدا تبا نخلط ان شاء الله بسم الله را كي يطلع ناجح مئة في المئة ورا كي يطلع فش فش ونبقى كنزيد ونبقى نخلط العجينة مزيان ونبقى كنزيد ونبقى كنزيد ونبقى ندلقى فيها مدة تحت 5 دقائق تكد لكنين العجينة مزيان بشكتلع الخبز وكيتلع مفش فش كيف قلت لكم ما تيبقى ش مجن ما تبقى هنبقى المهم انا غا استمر حاكت هنكمل العجينة اللي عندي وكيف قلت لكم عندلك ها مدة 5 دقائق ونقف ان شاء الله ثم اضع بعد مجموعة العجينة ديالي هنخليها تخمر واحد نص ساعة تتخمر ليه مزيان ونطلقى وان شاء الله بعد مما خمرت لي العجينة كيف قلت لكم راني خليتها واحد نص ساعة هندوز دبا نحيد من هاداك الهاوى اللي تيكون في العجينة وغاندوز نكوورها كويرات صغار ما يكونوش غلادش بزف مويم القياس الاحساب هادي اللي بغيتو واش كبير او ولا صغير ساندويتش واش كبير ولا صغير انا كنديرهم صغار انا غانصيب قياس خمسة ديالسون دويتشات على هادش كلها نخليه مرتاح وغيه شوية وندوز دبا باش نكوورهم او ولا نحرب لهم على شكل طولي هاكا باش كي عيتونا هاداك ميني باقيت او الا كوير صغير صافي وكن نقدهم هاكا على هاد الحاجم تنبستهم شي شوية وندوز نحطهم في طاوة كندوز عو تاني نصيب الاخرات تهية نفس الشكل نحرب لهم هاكا صافي وكن بستها نفس الطريقة نقد الجواني بمزيان صافي وكن نحطها في الطابة نحط كبير من بعد ما قدت الباقيت ديالي مني باقيت ندوز نديهم الفران ونخليهم حتي خمرو راه دا وصير ديالهم راه كي يخمروا جوجل المرات من بعد ما خمرت لينا الباقيت ديالنا دخلتوا الفران ندوز نص ساعة اخرى عندي ناي زبدة مدوبة شوية سوف ندهن بها ذاك الباقيت اولا ذاك الكومير صغير ندهنوها كم زيان من الفوق باش كي اعطينا ذاك اللون ذاك الاحمرار تيكون في الكومير ذاك اللون حمر كي يجي محمر كل شي غن دهنوها كيا اللي ما بس زبدة يقدر دير غير زيت ولكن ديك الزبدة كتأتي واحد الماداق واحد الرطوبية كي جيزوين راي لك اتلاحظوا راي الكيميا ديالو كتتزاد منه كي يخمر جزوين المرات هداك هو السير ديالو كان عجنو الخبز ديالنا وكان خلوه كي يخمر واحد نص ساعة ومن بعد كان قرسو كان عاودو ندخلو الفران وكان خلوه يخمر نص ساعة اخرى لك ده باش كي يطلع مفش فش وكي يطلع زوين صافي عليا هاد الشكل مالبعد غاندوز نفلح شي شوية دك الكومير ديالي هكا بشي موس عليا هاد الشكل وانا الفران انا هدايرا هاي يسخن خليو الفران ديك ساعة يكون سخون عدا دخلو لي هاي الخبز غانزينو هكا بجنجلال لما بغاج جنجلال يمكن لي يدير نحب السودا ولستعنج كل واحده شنو كي يسميها كوش يعنقدو مكا كل شي وصافي غاندوز ده باش نديهم الفران ان شاء الله يتيبو وانتلاقاو مالبعد ما طابلينا الخبز ديالنا اولا ميني باقيت را كيجي عليا تشكل كيجي مفسفس وكيجي محمر را كيتلع زوين كنقول لكم اغاية جربو را ما عاية ندموش شتي كيفاش كيجي را كيجي حمار كيجي محمر نايد لان ديك الزبدة هي اللي كتأتي ديك الحمورية ورا كيف كتلاحظو را كيجي مفش فش ما كيجيش معجن من الداخل غاندوز ده باش نوريكم وحدا كيفاش جات هنحلها لكم ديك ساعة تعمرو باش ما بغيتو كيفاش كيجي انا را بقي سخون وممتابعة الحلمين تحيدو من الفران غطوه بواحد الفوطة تكون غليدة شوية وخلوه تيبرن انفوا تخرجو من الفران خلوه غطوه بالفوطة وخلوه شوية وحد خمسة ديال دقايق را الطريقة كتطلع ناجحة مئة في المئة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة